بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداه ده يوم السبت ويوم السبت بيبقى يوم أصحاب السعادة أصحاب السعادة اللي هم الناس المستحقين أن احنا ندعم أنهم يكونوا أصحاب السعادة سواء كانوا مقبلين على الزواج أو في سنواتهم الأولى للزواج أو حتى متزوجين وعايزين ياخدوا مفاتيح تفتح لهم أبواب السعادة الزوجية النهاردة عايزين نقول حاجة مهمة قوي قوي في حاجة اسمها الزوج أو الزوج الصديق بس في حاجة اسمها الصداقة الزوجية يعني آه فيه نمط من أنماط الزواج اسمه زواج الأصدقاء لكن فيه معنى وقيمة لازم يتعودها الأزواج عشان ياخدوا مفتاح من مفاتيح السعادة ايه هي؟ ايه هو المفتاح ده؟ الصداقة الزوجية عارفين زي ما احنا بنعيش مع الأب يعيش مع أولاده وياخد مفتاح السعادة معهم لما يتحول إلى صديق كذلك الزوج عايزين يبقى سعيد مع زوجته لو حولها إلى صديق الزوج عايزين تبقى سعيدة مع زوجها إذا حولته إلى صديق مش إن هم يكونوا نمط زواجهم والزوج الصديق لا هم يبقى عارفين إن في معنى وقيمة في حياتهم اسمها الصداقة الصداقة الزوجية مش فكرة الصداقة الزوجية دي حياة وكل ما الإنسان زود الصداقة في الجواز كل ما الجواز حس إن هو بيتسع لأن الصداقة دي احتياج أساسي للإنسان فالصداقة بتكون بتجعل للإنسان ثلاث حاجات الصداقة معناها الصدق والمصداقية والتصديق وكل واحدة فيهم بتخلي الإنسان في حالة أمان الصداقة أكتر حاجة بتحسس الإنسان بها الأمان الصداقة كمان بتحسس الإنسان مش بس بالأمان بتحسس الإنسان بالانتماء الصداقة مش بس بتخلي الإنسان بتخلي الإنسان كمان مش بس يحس بالانتماء بتخلي الإنسان يحس بأنه ليه سند بتخلي الإنسان يحس أنه يعيش عيش حقيقية ولزايك اللي بيفقد الصداقة فقد الصداقة يخلي الإنسان حاسس نومه مهدد وعشان كده في هرم العلاقات الاجتماعية بيبدأ بالدواهر حالينا بدايرة المحيطين بيك بدنيا زي الناس اللي عايشين معاك في نفس المكان وبعدين الجيران وبعدين الأقارب وبعدين الصحاب وبعدين ييجي الأصدقاء وهم صحيح في دايرة معينة لكن الصداقة دي بتيجي في قمة الهرم وعشان كده الصداقة بتكون قليلة الأصدقاء بيبقوا ليلين الأصدقاء مش أم الزملاء ولذلك أقول لكم حاجة كده نتأملها هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبين لنا أن احنا ما نحزنش كان واحد من الصحابة سمي بالصديق سيدنا أبو بكر لأن الصداقة محتاجة هذا الشعور اللي كان بيعيشه سيدنا أبو بكر مع حضرة النبي يقول له صاحبك بيقول أنه هو ذهب إلى بيت المقدس في رحلة نقطع فيها أكباد الإبل أشهرا قال لو قال فقد صدق آه عشان كده قلنا الصداقة فيها صدق ومصداقية وكمان الصداقة دي كمان فيها حالة من حالات التصديق الصداقة عبارة عن الصداقة يا سيدها حاجة غريبة أوي الصداقة بتعبر الثقافات أنت ممكن يكون لك صديق من ثقافة أخرى وبتعبر مستويات الاجتماعية ولذلك طول عمرنا الناس مهما تطوروا عندهم أصدقائهم اللي جايين معاهم من رحلتهم في الحياة ولذلك للصداقة لا تعرف اختلافات الصداقة بتحب التنوع تلاقي الشخص مهما اختلف صديقه كده ولذلك لما تيجي الصداقة بقى تدخل في مسألة الجواز بتدهوا بحاجات كتيرة جدا جدا بتكون في الجواز وعشان كده عندنا أربع عمليات بتغزيموا الصداقة وممكن الزوج والزوجة ياخدوهم من بعض أول حاجة الصداقة بتساعدنا على الاهتمام الحاجة الثانية الصداقة بتخلينا أكثر تلقائية الصداقة بتخلينا أكثر اكتزان الصداقة بتخلينا كمان أكثر صدقا الاهتمام كل ما بتدي اهتمام بزوجتك أو زوجتك تدي لك اهتمام كل ما انت بتحس ان انت في حالة طمأنينة والاهتمام ده يخليك حاسس ان انت صدرك منشرح وتستطيع ان انت تتكلمها بأمان ولذلك الاهتمام بيخلي الإنسان مش زي ما الناس متصورة حاسس بذاته لا هو بيحس بالأمان وعشان كده تيجي على طول العملية التانية التلقائية فيحس لما هو حس بالاهتمام وحس بالأمان يبقى ترقائي وزيك شوف التعامل السيدة عائشة مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان ازاي تلقائي شديد التلقائية وانا بحمل كلامها لما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جاب سيدنا أبو بكر عشان يفصل بينهم شوف حصل ايه قالت له تكلم انت ولكن لا تقول الا صدقا سيدنا أبو بكر تغير وجهه وهم ان هو يشتد على السيدة عائشة بس حضرة النبي كان عاملها صديقته خلها تصل الى درجة الصداقة فتعاملت بتلقائية فالصديق مش بيحاول يغير صديقه رغم ان هو مختلف عنه لكن يتعامل معها بتلقائية ويتقبله ويكون سعيد بيه على كل حال لكن الزوجة للأسف حتى لو معبرتش عن انها عايزة تغير زوجها بيبقى جواها ساعات كتيرة ان هي بتفضل ان هي تيس هو قدي بعيد عن السورة اللي كانت دخل بيها الجواز وتستمر في محاولة التغيير لغاية ما توصل في بعض الاحيين الى ان هي تيأس من التغيير فتقول مش ده الراجل اللي أنا تجوزته ففكرة ان انت تكون متقبل للشريك حياتك ده بيساعده جدا 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 وبيساعدك انت على انك انت تكون تلقائي انت ده تتحول الناس لأصدقاء زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال كده قال تهاد وتحب فالصداقة لو انك انت حاولت ان انت تدخل على باب شريك حياتك من اتهادي عشان يحصل محبة هتجد الصداقة دي سهلة فالصداقة الواجبات فيها قبل الحقوق وهو ده اللي بيخلي الصديق قريب وده اللي بيصنع الصداقة انت تشوف واجبات اللي صديقك عليك قبل حقوقك هو ده اللي بيخليه قريب منك لكن احد المشكلات الاساسية في الحياة الزوجية هو السؤال عن التغيير دون الكلام عن ثمن التغيير اللي هو ايه تمن التغيير تمن التغيير مش الفلوس اللي تدفعها ولا الكلفة ولكن تمن التغيير ان انت تحس بمتعة الشيء والتكلفة هنا مش المشق لكن ان انت اخدت بالاسباب هي ده التكلفة هي دي تمن التغيير ان انت تاخد بالاسباب ولو حاول لو حاولت تتحبب لزوجتك وتهتم بيها بتجعلها سبب من اسباب التوازن وتتقرب منها ده هو ده التكلفة ونفس الشيء بالنسبة للزوجة لما تعمله مع زوجة والصديق هنا بقى بيكون صادق في نصحه لصديقه ويسيبه حر في التصرف لكن ما يخنقهوش وبالعكس بيكون ده يعملين شوف ستنا مسلمة رضي الله عنها النصحت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فنجت المسلمين من مهلكة قالت لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أرى يا رسول الله أن تحلق وأن تذبح وأن تتحلل فإذا رأوا منك الجدة يا رسول الله فعلوا فنجى المسلمين لما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ده فهي صدقت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صديقته لكن أكبر صديقة لرسول الله أكبر زوجة صديقة لرسول الله هي خديق الكبرى قالت لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسنده وكأن زواج حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقدم لنا إزاي الزوجة بتتحول إلى صديق شوف كيف تحولت السيدة خديجة إلى صديقة لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم علمها وربها على ده فلما نزل وقال زملوني زملوني دثروني دثروني على طول السيدة خديجة ظهرت وهي بتساند رسول الله وتقول له والله ما يخذيك الله أبدا فخلت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يشوف قد إيه هو قادم على شيء مسعد ففتحت الأبواب وخلت حضرة النبي يحس بالطمأنينة ونزلك السيدة خديجة كانت أوسق الأصدقاء للرسول الله معلمتنا أن الصداقة بتوسق العلاقة ما بين الزوجين طيب إزاي بقى كل واحد فينا يخلي شريك حياته صديق أنا والله متعة مش والصديق أني أنا برضو بحذر محدش يقول أنا أخلي يا صديقتي فروح أحكي لها عن غزواتي الغرامية حسب الله ونعم الوكيل مش هو ده اللي أنا أصدق أو أخليه صديقي فأحكي له قد إيه أهلي بيتكلموا عنه لا ده مش هو ده صدق طب إزاي نبقى عندنا صدق أول حاجة أول حاجة رقم واحد في إزاي تخلي شريك حياتك صديق أول حاجة جودة الحوار أنا بحب حاجة يسمعها الحوار الرشيد إنه يبقى فيه حوار جيد ما بينك وبين زوجتك بينك وبين زوجك والحوار الجيد فيه تلات أمارات إنه تفهم شريك حياتك زي ما هو بيكلم وتتفهم ده وفعه وفي الآخر تتفهمه ما تخرجوش من حوار إلا على قدر مشترك كل ما يزيد القدر مشترك من خلال الحوار كل ما هتبصوا في بعض كده تلاقيوا نفسكم متقربوا من بعض يبقى أول حاجة جودة الحوار تاني حاجة عدم التنكيد ما فيش واحد صاحب واحد كل ما بيشوفه صاحبه بينكده بينكد عليه بعد شوية مش هيبقى صاحبه هيبتعد عنه طب يعني إيه عدم التنكيد بلاها الانتقاد بلاها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يشوف الصحابة وينكد عليهم والهم القريبين منه ولا زوجاته ولا حد من القريبين منه كان حضرة النبي بينكد عليه يعني إيه بينكد عليه قلت الانتقاد بلاش الانتقاد وبلاش الشكوى وبلاش اللوم أنا عارف إن أزواج دلوقتي هيقولوا الحمد لله إحنا ما بنعمل شغير كده ساعت ما أسألهم كده في المجلسات الإرشاد الزواجي إيه المشترك بينكم غير النكد يقولوا ما فيش يعني هم كل المشترك بينهم هو النكد لا نبطل نبطل إيه نبطل كتر الانتقاد نبطل كتر اللوم نبطل كتر الشكوى يبقى أول حاجة جودة الحوار الحوار يبقى جيد تاني حاجة عدم التنكيد تالت حاجة المسندة والدعم المسندة في وقت الشدة والدعم عنده الأمل وعند التقدم شوف السيدة خديجة إزاي دعمت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وشوف إزاي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دعم أم المؤمنين عائشة وإزاي كان بيدعم زوجاته على الدوام ولذلك شوف رسول الله سم بيتكلم عن السيدة عائشة إزاي يدعمها إزاي يقول يقول لهم ما أنا أحب الناس إليك يقول عائشة ويتكلم عن عائشة يقول والله ما يأتي من وحي إلا وأنا في حجره إيه ده دعم ومسندة شديدة للسيدة عائشة إيباد دعم رقم أربعة احترام الخصوصية ما ينفعش تخلي شريك حياتك صديقك وانت ما تحترمش خصوصيته في حاجات هو لي واحده ما تدخلش فيها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل عن كل شيء وعلاقات زوجاته مش كلها كان صلى الله عليه وسلم بيبحث عنها يبقى تحافظ على خصوصيته وخلي بقى لك أن حفظ الخصوصية ده أنه ليه مساحته مساحته اللي هي بينه وبين الناس الجزء الثاني بقى رقم خمسة بقى في مسألة إزاي تصنع الصديق حفظ الأسرار ما فيش صديق إلا وهو بيحفظ أسرار صديقه ده عنص الركن أساسي من الركن الصداقة يبقى ما فيش حد يبقى مش هتخرج أسرارها لأهلك ولا هيتخرج أسرارك لأبوها ولا لأمها ما ينفعش مش هنبقى أصدقاء وذلك لازم نحفظ أسرارنا ما تخرجش أسرارنا لأي حد ونمتع تدخل أهل في حياتنا إذا كنا عايزين يتحول كل واحد فينا إلى صديق رقم ستة لازم يحصل تقبل أبوه فيش حد فينا إلا وفيه عيوب ما نجيش بقى على العيوب دي ونضغط ما نجيش كل شوية ونقوله أنت متردد، أنت متردد، أنت متردد، لأني ساعده أنه يتخلص من تردده أنت كسولة، أنت كسولة، أنت كسولة، ده من الصديق ده لكن الصديق اللي بيسقط، صديقه ياخد بإيده عشان يخرج من صفاته الزميمة لكن هو بيتقبله بيتقبله وفيه فرق ما بين تقبل العيوب وقبول العيوب لا، أنت مش بتقبلها، أنت بتتقبله يعني أنت أنا أفرق ما بين سلوكك غير اللي جابي وبينك أنا أحب أن أنت تبقى أحسن بس أنا قبلك صديق وده شيء مهم جدا جدا رقم سبعة وآخر حاجة لازم إذا كنت بتحب صديقك وإذا كنت عايز تخلي زوجتك صديقتك أو عايز تخلي زوجتك صديقك لازم نحترم قراراته دون الاستئثار بها مجيش أنا أخد القرار مجيش أنا أخد القرار واستأثر بيه وبعدين إيه؟ أدعي أنه هو صديقي أبدا ده لازم يبقى فيه مشارك الاستئثار بالقرار والبعد عنه وعن مشاورته لا يمكن تعمل صديق سبع حاجات لو كنت عايز تخلي شريكة حياتك صديقتك لو كنت عايز شريك حياتك يبقى صديقك خلي هناك حوار جيد بلاش النكبد لازم يبقى فيه مسندة ودع لازم يبقى فيه احترام للخصوصية لازم يبقى فيه حفظ الأسرار لازم يبقى فيه تقبل ولازم يبقى فيه مشاركة في اتخاذ القرار وعدم الاستئثار بيه الحاجات السبعة دول ممكن بيهم تخلي شريكة حياتك صديقتك وتخلي شريك حياتك صديقك وتسعده وتتهنه وتفتحه باب من السعادة يخليكم حسين بالأمان وحسين بالراحة وحسين بالسعة وحسين ان انتوا لكم ظهر وحسين ان البيت بكأنه حصن ما حدش يقدر يدخل فيه ويفسده احسن قرار وممكن ياخد الزوج ان يخلي زوجته صديقته وساعة ما يعمل كده هيشوف وهيخرج منها احسن ما فيها ويا سلام لو الزوجة وصلت الى الحكمة واتخذت من زوجة صديق صديق لها بالمعايير السبعة اللي احنا قلناها الساعة تحس انه هو بقى سندها وانه هو بقى الراعي لها وانه هو كمان بقى نور عينيها يا رب اجعلنا من اهل القدرة ومن اهل العون ومن اهل المدد عشان كل واحد فينا يكون صادق مع نفسه فيكون قادر على انه يخلي شريك حياته صديق يا رب اكرمنا بهذا وما ذلك عليك بعزيز يا رب كرمك ونورك ومددك لبيوتنا بعد الفاصل انتقل بحضراتكم عشان اجيب على اسرلكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على فيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتبقى عليها اسئلتكم ومنخصص لها وقت عشان نجاوب عليها وتفضل جسر من النور بيربط بينا وبيكم ويجعلنا دايما في مجالس من نور ومعانا اول سؤال معانا الاستاذ احمد حمدان استاذ احمد استاذ حمدان اتفضل اي استاذ حمدان بس على حضرتها يا فاندم انا متزوج زوجة تانية بعد وفاة الزوجة الاولانية نعم فحصلت شوات مشاكل فطلقت طلقت عند المأزون اه طلقت عند المأزون والأسيمة طلعت طيب فجينا ردنا اليمين ما الاسيمة مكتوب فيها ايه الاسيمة هي برياني من كل شيء يعني ده تراء على الابراء اه طيب فحضرتك بالوقتي انا بسأل انا ما اللحن عند المأزون ردنا قال انا هردلكوا على بالمكتب تجيبوا الشهادة الصحية ونكتب تاني على الاسيمة فاخد بالحضرتك هزاي بيردكم وانت اصلا متجاوزة على الابراء فلازم يبقى فيه عقد جديد ومهر جديد ايوة ايوة انا دفعت المهر حضرتك طيب ما لازم اسألك ما ينفعش وانت بتسألني عايزك توسع صدرك بس انا تحت امر حضرتك طيب ماشي يا دكتور انا تحت امرك طيب يبقى انت دلوقتي روحت طب فيه كان فيه طلعات قبل كده قبل الطلع قبل الطلع ده كان فيه طلعات قبل كده لا 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 ما فيه اي طلع ولا يعني دي اول مرة يكون فيه طلع وكان الطلع ده رسم اي نعم وكان الطلع على الابراء فانت فيه عقد جديد ومهر جديد طيب وبعدين الهي بقى المأزون المأزون جدنا ولي الامر اللي اي ابوها يعني اخوها اخوها ابوها متوفي طيب عقدنا بدون اسيمة لحين ما نجيب الشهادة الصحية فبقى عشرتها شهر ونص وجدت قعدت في ديتي وروحنا عندهم تاني قالت لا انا مش راجعة تاني ليه يا بنت الحلال حصل ايه قالت لا انا مش راجعة تاني انت تعيش معايا هنا لان هي مش شرقية ايه فانا رفضت ان انا نقعد معاها انت زوجتي على سنة الله ورسول قالت لي ازبت انا ثلاث شهور وحكدوز اللي على مزاج تاني اه يا ولدي الكلام ده لازم تجينا على دار الافتة الكلام ده لازم اشوف الورق بعيني يعني الكلام اللي انت بتقوله ده لازم اشوف الورق بعيني ولازم هي كمان تيجي معاك انتو الاثنين اسمع بس اسمع بس اقولك حاجة لان الامر قد يضطر يضطرنا ان احنا نرتفع الى القاضي نرتفع الى القاضي ليه لان انت بتدعي ان انت تم العقد غير انه التوسيق ما تمش وبعدين طب هو السؤال طب ليه التوسيق ما تمش اذا ما كنتش اذا كان موقوف على الشعادة الصحية فليه التوسيق ما يتمش والزاج دي دعوة فعشان الدعوة اسمع بس عشان اللي انت بتقوله ده بدل فيه تنازع واحنا في الاعراض بنحطات احتياطا كاملا احنا ما ننفعش ان احنا نسمع من طرف واحد انت دلوقتي بتقول لي كلام ما ينفعش ان انا اتعامل معاه غير لما اسمع الطرفين مسألة سهل حضرتك هتتفضل مشكورا لينا بالاوراق اللي معاك دي عشان نبص فيها بعينينا عشان واحنا بنفتي في المسألة لان المسألة دي اصبحت مسألة تنازع انت بتقول لي دلوقتي ان هي رفضة ان هي تزوجت منك وبتدعي وبتقول ان ما حصلش اصلا زواج وانت بتقول لا ده الزواج تم وتم دفع المهر وتم ده كله كل دي دعاوة فالمسائل اللي زي دي لازم تسمع الطرفين ما ينفعش تسمع طرف واحد بدل في دعوة وخاصة دعاوة الاعراض ودعاوة ما يتعلق بالفروج هي من اهم الدعاوة التي يجب ان ينتبه اليها المفتي ويتحقق فيها استاذ اسماء من الاسكندرية تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت فضلت الشيخ لو سمحت بس يا استاذ اسماء عندي طلب بس الشيخ حوطي لحضرتك حاضر حضرتك تتكرمي عليها توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفزيون وطيت حضرتك خالص تفضل يا فانت حضرتك انا متجوزة بقلي 8 سنين فانا كانت حصلت مشكلة اول ما تجوزت وجوزي رمع عليها يمين الطلاق وقال لي انتي طالق وجردني ومرة تاني قال لي انتي طالق وجردني من الثلاثة اللي قبل اللي فات جرم عليها اخر يمين وللاحضار اللي هو المرة اللي فات الساعة مرضني قالوله خلي بالك ده اخر يمين انك مين اللي قالوله يعني في دار يعني في حد في دار الافتة يعني قال له ده اخر يمين اللي هو اللي جاي تمام فيا ريس ما ترميش اليمين الاخير فجاء حصلت هو جنبك لا هو مش جنب هو رافض اصلا اللي هو يسمع او رافض اللي هو يتكلم او رافض انه هو حتى يروح دار الافتة تاني بدليل انتو من القاهرة يا اسماء لا احنا من اسكندرية طيب ما انت عندكم فرع من اسكندرية احنا عندنا تنين بس هو رافض لا احنا ما فيش حاسمها رافض ما فيش حاسمها رافض بص حددك اذا كان هو دلوقتي شخص بيكرر الفاظ الطلاق فاحنا عندنا اجراء ايه اللي لازم نعملهم معاه اول اجراء ان احنا لازم نقعد معاه نقول له الحياة كده ما تنفعش ليه الحياة ما تنفعش لان انت دلوقتي بتتلعب بحياتنا مع بعض وبتلعب والاولادنا وبتلعب بمستقبالنا فما ينفعش فاول حاجة لازم يبقى فيه وقفة امر التاني مش باختياره ان هو يروح يستفتي في مسائل الطلاق هذا ليس اختيارا لان هو في الحقيقة لا سبيل له للوصول للحكم الشرعي في الطلاقات اللي هو طلقها هو غير السؤال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون انما شفاء العي السؤال وهو لابد ان هو يحتاط لحياته ولابد ان هو يذهب ويسأل لكن فكرة خلاص انا خلاص ما بسألش لا مع تحفظي انا ما سمعتش منك الفاظ الطلاق لان هو صاحب الطلاق فولازم هو اللي يذهب ولازم المفتي يتحقق منه ويسألوا عن كل طلق وتاريخها ايه واذا كانت وقعت ولا ما وقعتش ويشوف بعد كده هل حصل مراجعة صحيحة ولا لا كل ده لازم يحصل في جلسة جلسة الفصل في الطلاق وجلسة النظر في الطلاق غير كده يبقى احنا بنتعالع بمسألة الطلاق يبقى حضرتك لازم زوج حضرتك يسأل ولازم اللي يجيبه المفتي ما يجاوبش حضرتك لوحدك لازم لما يسمع يسمع من زوج حضرتك لانه هو صاحب لفظ الطلاق فلازم هو يروح ويسأل او حتى اتصل بالتليفون احنا عندنا وسائل كتيرة هو مش لازم يروح هو لو خايف ان الشيخ يقول له اتقل لا وبلاش تلعب بالبيت والطلاق ده حرق للغيط وهد للبيت وكبل الزيت يا سيدي ما تروحش اتصل بالتليفون لكن ما تستهنش بدين ربنا وتستهنش بالطلاق بهذه الطريقة لابد ان انت تكون فاهم ان الزواج ده مثق لله غليظ لا يجوز ان انت تتلعب به وتستهن به لازم يبقى فيه تعظيم لشعائر الله فاتق الله واسأل عشان ربنا سبحانه وتعالى يبرك لك في حياتك الزوجية استاذة منال من المنوفية ايو فن تفضل يا فن حررتك انا متجوزة ببيت عيلة طي ماشي فن وحضرتك جوزي توفى توفى الله رحمه الله حادث يعني رحمه الله وكان معايا بنته منه ماشي فن والوقت حماية وحماتي ماتوا الاثنين رحمه الله ماشي فن والارض اللي فيها مراس يعني ما بين الارض والبيت وكل حاجة في ايد سلايفي هم هم الوقت بقولوا البنت ملاش حاجة هل سعلم ده صحيح يعني جوزي توفى قبل جوزي توفى قبل حماية طيب ملاش حاجة من مراس حماكي ايو فن انا عارب وعدنا ما سألت في الكلام ده فقالوا مفروض يعني بالوصية الواجبة انها لها مراس فالدها نعم الوصية الواجبة ومشهين فيطلع اعلام الوراثة اللاب ده وبيعلام الوراثة يطلع في الوصية الواجبة هم الفن مش عاملين اعلام مراسة ولا حاجة هم يعني عاملين في قريات يعني ما بيبقى في حاجة زي كده يجب يتورس الابن الابن يتورس الزوج كده يعني اعلام مراسة خلاص مستقر في الفتوى و مستقر في القضاء أنه فيها اسمها وصية واجبة الوصية الواجبة ديت وصية لفرع الفرع الذي توفى في حياتي في حياتي المورث وهذه سميت وصيحة واجبها لبالغ شفقة الأصل ده بهذا بفرع الفرع فإذا المسألة دي خلاص أصبحت مستقرة في الفتوى بعض الناس لما يحصل لهم أنهم يكون لهم الحق إيه اللي حاصل يأتوا إليه مزعنين وإذا ما حصل لهم شي يقولوا لا والله دهوة مش موجود في معرفش خلاص حكم الحاكم بيرفع النزاع بدل الاستقرر ده في القضاء وفي الفتوى خلاص مش من حقهم أنهم يقولوا لا ده مش موجود وكده بيفتاتوا على الإمام وكده بيأكلوا أموال الناس بالباطر زي ما نص الإمام القرافي في كتابه الإحكام على أن خلاص لما أصبح هذا قانونا ونص عليه قضاء وتشريع المسلمين في هذه الدولة خلاص مش من حقه أنه يرفض وخلاص خلاص رفع النزاع هذا الكلام رفع النزاع فهو مش من حقه يقول له الله ما فيش وصية واجبة مش من حقه خلاص انتهت المسألة وانذلك مش من حقه أنه يتلاعب بدا هو لو كان هو بقى أنه كان هو ده الشخص ده البنت أو كان ده الشخص الابن الابن يعني الحفيد لو كان هو الحفيد كان عيقهم الدنيا ما يعادهاش إزاي الناس دي بتمنع المراس آه ده ده تمنع للناس حقهم وأكل الأموال للناس بالباطل فلازم الكلام ده نرجع فيه ويتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم ولا يؤذوا الناس في أموالهم ولا يأكلوا أموالهم بالباطل ويتذكروا حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قطعت له حق أخيه فقد قطعت له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعا فيتقوا الله سبحانه وتعالى فاصل ونعود عشان نكمل أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا الأستاذ أسماء عايزة تكمل سؤال كانت تكمل سؤال تاني تفضلي يا أستاذ أسماء ما عليش يا أستاذ ما عليش سبنا الشيخ أنا أكثر تفضلي ما تعتذريش أبدا الله يخليك يا رب طيب أنا عايزة دلوقتي أعرف يعني هو حرام ولا حلال اللي هو آخر يمين وقعه اللي هو بتاع أنت طالق ما تتعليش بني لو جيت الدكتور وسأله وسأله واحد قال له بطن أخويا واجعاه وانت عارف أن أخويا دوت قلبي ونور عينية ممكن تكشف علي عايزة يقول له إيه الدكتور هيقول له هتقول لي هو اللي أنا أكشفها لي هي دي المسألة إن هو مين اللي تلفز بالطلاق أهو مين اللي أنا أتحقق منه أهو بس هقول لحضراتك على حاجة هو من قبليها قال لي على فكرة أنا مش عايزك تمام وأنا خلاص يعني أنا عايزة طلق فده كان آخر الطلاق وأسألك سؤال وأسألك سؤال ببساطة خالص عشان تفهم أنا بقولك إيه في حد يصدق راجل يعني قاعد يطلق ويرجع لمراته والراجل متعلق بحضرتك بس في نفس الوقت إن هو محتاج شوية حاجات تتهزب فيه فأنت دلوقتي جاية تقولي لا أهو حقيقي مش عايزني ما إحنا مش هنعرف حقيقي ومش عايزني ما إحنا دلوقتي بنتكلم في لحظة الطلاق كن بينكم مشاكل كن بينكم مشاكل وما صنع الحداد وكل واحد فيكم بيقول في التاني ما قاله مالكم في الخم تمام يعني دلوقتي مش هيغير من حاجة إن إحنا نعرف لحظة ما تلفز بالطلاق كان قاصد إيه هو كان قاصد إيه إنت إيه عن رافق بس أنا أسألك سؤال مش حضرت النبي الراجل لما سيدنا أسامة قال له أشققت عن صدري يا أسامة طب مش الناس بيبقى في نفسها حاجة وتقول حاجة تانية أيها طبعا إنتي هتكساري إيه لما ييجي وممكن الشيخ كمان يقول له كلمتين يمكن يكون فيهم صراح حاله إنتي أنا عارف إن إنتي متوقعش وعايزة تطمني إن إنتي عايشها في حلال ولا أي حال اضغطي عليه لغاية ما يسأل مش راضي هو أنا حاليا نسبت بيته وجيت بيت والدي يا فندم هو لازم يسأل هو لازم يسأل هو لازم يسأل وما تعودهوش على إنه يفرط في الحكاية دي لأنه هو طول ما هو حاسس إن المسألة سهلة كده هيفضل طول الوقت متساهل في مسألة الطلاق ما هو والله يرافض أنا ما هي تلات عيال منه فهو رافض أصلا والله ربنا يحفظ بص يا بنتي والله ربنا يحفظك ويمكن الوقفة دي هي اللي هتبطلنا إن إحنا نتعرض وتجينا بعد شوية كمان تسأل المرة تانية دي يطلط عليه عشان يسأل ويرب يقع في إيدي يا رب يا رب ربنا يحالك يا رب ربنا يبارك لك ربنا يبارك لك يا رب ربنا يبارك لك يعني إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يساعدنا إن إحنا نغير له مفهومة عن الجواز إن شاء الله أستاذة مغازلة تفضل أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاك يا دكتور عم نعم وفضل الحمد لله إسمحتي يا دكتور هو جوزي يترام عليها لينين وكيب وإيه حكاية النهاردة النهاردة طلق كله ولا إيه؟ تفضلي المهم يعني هو رافض برضو زي المدامي اللي قابلي هو رافض يروح أي دار إفتة أو رافض يكلم دار الإفتة حتى ليه بقى؟ ليه رافض بقى؟ معنا لسه بس أنا جاية حضرتك في الكلام عشان أنت حضرتك عارفني أنا اتصلت الأول بـ 107 ليه دار الإفتة ما رضوش أنا اتصلت بحضيتك الأول قلت لي ياخدي رقمي وحضيتك أكيد فكرني وقلت الجوزي هو الحمد لله أقنعته لأننا نحن نحب حضرتك جدا نحن نتفرج عليه وهو الوحيد الذي يحب يكلمه حضرتك وكلمناك وانت قلت له يبقى عدت طلقات وكلمني الساعة واحدة واتصلنا بحضرتك كام مرة معيني كنت محروجة والله من حضرتك وأنا بأتصل بس أنا قلت خلاصة لما شيخنا دينا الساعة واحدة المعاد فأنا لازم أتصل يعني معينك ما ردتش بحق قلت تاني قلت يمكن مشغول حضرتك ما ردتش عليك خالص أنا تنيت شوية في الاتصال كنت محروجة بس بعد اليوم ده منعت بقى الاتصال لأنه قال لي حضرتك هتسافل المهم بس واللي عندي الوقت هو لا رد يوش ضاري الإفتة حضرتك قلت كل اللي حصل بقى في يعني حضرتك ما عندكيش معلومات إضافية عن طيب تفضلي قولي يا أبو غازل أنا ما عنديش حاجة أنا لعند الوقت أنا معرفش يعني هو مش رد يروش ضاري الإفتة إحنا يا سيدي أنا بعد الهوى على طول يتفضل مشكوراً يتصل بيا وأنا هرد عليه مشكوراً يتفضل كم عدد الطلعات اللي هو حسرها طيب بعد إذن حضرتك يا أمو غازل خليه بعد الهوى على طول يحسر عدد الطلعات اللي هي عملها ويتصل بياه إن شاء الله أنا أجاوب عليه على طول يا فانت أم يوسف السلام عليكم تفضلي يا أمو يوسف عليكم سعران كاتو لو تمحتك في لعبة لعبة الترونية لعبة عمانية بتعبارة عنده منه طيب أنا مرشنش فيها وما بحبتش فيها فلوس بس مجرد إن أنا لعبت وكسابت بكساب ربعي جيني ومسي جيني لما بيكونوا عشرة جيني بس حبقه دا كده حرام؟ يعني أنت لما بتلعب وتكسبي أنت ما تحطش فلوس لكن أنت لو لعبت حاضر أنت لو لعبت وكان دا بونس عشان تستخدم اللعبة دي فهو بيكافئك على أنك أنت استخدمت الابليكيشن بتاعه الشركة اللي بتربكت دي ناخده الثاني ريكاب لك إحنا ما بنقضتش فلوس حرامة لخلات لا دا جائز ومفوش حاجة دا من قبيل الجوع يعني اللي أنت بتعمليه دا من قبيل الجوع أهم حاجة بس ثانية واحدة بس ثانية واحدة بس ثانية واحدة لازم أقول لك باش شوية حاجات دا من قبيل الجوع ولكن تخلي بالك أن دا ما يستهلكش عمرك وما يستهلكش حياتك لأنه ممكن يكون دا عشان تبقي أنت متواجدة كتير على هذه اللعبة وده بيؤدي إلى أشياء مالية كتير يبقى فيه إعلانات وفيه حاجات زي كده فأنا بقول لحضرتك أن الفلوس اللي أنت بتاخديها دي اسمها جعل وليس فيها مشكلة المشكلة ساعتها لما بيكون فيه رهان بقى لما يكون فيه قمار لا دا مش من قبيل القمار دا من قبيل الجعل وده جائز والله أعلم يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن أكتر عملية لو قام بيها شريك الحياة بيفتح باب للسعادة واسع على حياته وهو باب الصداقة الزواجية الصداقة الزواجية معنى لازم ندرب الناس عليه ولازم نمتنه في قلوب الناس ولازم نأكده لأن كل ما كنا قدرين أن احنا يبقى فيه صداقة زواجية كل ما دا كان باب من أبواب السعادة والهنى والفتح خليكم تعيشوا بالصداقة الزواجية وسهل أن أنتو توصلوا للصداقة الزواجية لو عملتوا السبعية اللي احنا تكلمنا فيها اللي هي جودة الحوار وبعد جودة الحوار على طول عدم التنكيد والمسندة والدعم وكمان مع المسندة والدعم لازم يبقى فيه أيضا احترام للخصوصية ولازم كمان مع احترام الخصوصية يبقى فيه تقبل ولازم مع احترام الخصوصية والتقبل لازم يكون في حفظ الأسرار وكمان نشفع ده بأن احنا نتشارك في القرار ومحد يستأثر بالقرار وهو عنده صديق بيصدقه وبينهم مصدقية وبينهم كمان حالة من حالات كمان التصديق إذا عملنا ده احنا بيتنا في أمان بيتنا في فتح بيتنا في بركة بيتنا مفتوح على جمال المواد ده والرحمة يا رب الهلنا التوفيق ونكون من أهل هذه الصفة اللي انت يا مولانا فتحت بيها علينا أبواب السعة والسعادة وكمان السرور وكمان الهنى جعلنا يا ربنا دائما في نظرك وفي محل نظرك بجمالك يا جميل يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين